انطلقت فعليات النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي والذي يقام اليوم وغدا بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر بالقاهرة تحت عنوان إعلام رياضي محترف يعقد المنتدى بالشراقة بين الشركة المتحدة للرياضة ومنتدى مصر للإعلام بالتعاون مع رابطة قتاب كرة القدم البريطانية تحت شعار إعلام رياضي محترف انطلقت فعليات النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي وذلك على مدار يومين بالقاهرة والذي يضم أربع جلسات وست ورش عمل نشكو الشركة المتحدة طبعا على اهتمامها دايما بتطوير كائناتها بتطوير الإعلام الرياضي المصري وجود نغبة كبيرة جدا من أهم إعلامين بريطانيا وأهم صحفين بريطانيا يكونوا متواجدين هنا مع نجوم نحن القبار سواء في الصحافة أو في الإعلام منتدى مهم محتاجين نسمع بعض محتاجين نشوف العالم رايح لفين في أهم المواضيع منها مثلا البودكاست دلوقتي هو التريند العالمي في الإعلام دلوقتي فيه باني المهمة جدا وفيه ويرش مهمة جدا عن البودكاست ورأيي العام للرياضة قاعدته متسعة جدا أكتر من أي نشاط إنساني تاني رأيي الإعلام الرياضي بيخاطب ملايين 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 غير الفن وغير السينما وغير الغنى وغير اللحن وغير 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 أنت عندك قاعدة مزهلة لازم تعرف زي تخطبها أنا أعتقد أن المنتدى سيحط أساسيات لفكرة مخبط الرأي العام المنتدى الذي يعقد بالشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة ومنتدى مصر للإعلام وبالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم البريطانية يستهدف توفير فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين لللقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضية النسخة الأولى النهاردة للمنتدى الرياضي أنا شايف أن دي نقطة مهمة جدا نبدأ بيها الفترة القادمة نحو العالمية يمكن دايما الإعلام الرياضي النقاد الصحفيين عندنا خبرات كتيرة يمكن في السابق إحنا كنا بنتكلم عليهم بلحاول نتعلم منهم كمان الكوادر الشباب المتاحة حاليا لازم مؤتمر زي ده نستفيد منه بشكل إيجابي هو المنتدى الرياضي اللي احنا فيه النهاردة مفيد لكل اللي بيشتغلوا في المهنة أصلا الإعلاميين أو المؤثرين على السوشيال الميديا لمعظم المتواجدين في الورش أو السيشنز الموجودة كلها ناس عندها تجارب في الدوري الإنجليزي ودوريات بره مصر وناس بيأخذوا المهنة بره مصر فإحنا يمكن عندنا الوسط الرياضي فيه مشكلة اللونجير شوية في البرامج الطويلة عندنا بعض الانتباقات بتأثر على الموضوع إنما إحنا لما نقيس على معيار الدوري الإنجليزي وناس اللي تشتغل باحترافية جدا أعتقد ده حيفرق معنا إن احنا ناخد من التجارب الأخرى في حيات ده المنتدى بيدي ورش علمية للشباب الإعلاميين وبرضو الممارسين وأصحاب الخبرات وغير الورش العلمية فيه زي ما انت شايف منتدى نادي كل الناس سواء أصحاب الخبرات أو الطالبة أو الصغيرين أو الكبار هو شيء محترم جدا جدا أن يكون في حاجة معمولة بالجمال ده فيها كل الناس فيها كل وجهات النظر فأكيد استعراض وجهات النظر وأنك تشوف كل حد وطريق تفكيره عن قرب والناس اللي وجهات النظرها مختلف عنك أكيد ده بيضيف لكل بنيادة بيخليك تفتح لحتة تانية خالص غير اللي انت متواجد فيها أو بتفكر فيها يعد المنتدى هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط الذي يناقش التحديات التي تواجه الأعلام الرياضية والسبل المهنية لمواجهة تلك التحديات بهدف تعزيز آليات وأدوات العمل الأعلامي الرياضي في مصر والشرق الأوسط